بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبنائي الطلاب والطالبات في درس اليوم ومادة لغتي للصف الثاني تاهي لفكر إن شاء الله اليوم سنتابع دروسنا السابقة حول كيفية التعبير عن الصور من خلال الصور والنص الموجود لديكم في الكتاب لكن قبل أن نبدأ يجب دائما أن نراعي بعض التعليمات حتى نتمكن من المتابعة مع المعلم بشكل صحيح دائما أبنائي لابد أن نتواجد في مكان هادئ بهضاء جيدة وتهوية مناسبة حتى نتمكن من تعلم المهارات بشكل صحيح مهم جدا أن يكون بصحبتنا أحد أفراد الأسرة لمساعدتنا في عملية التعلم كذلك وجود الكتاب مهم حتى نقرأ النص مع المعلم ونقوم بحل مجموعة من التدريبات الموجودة لدينا في الكتاب لدينا في درس اليوم التعبير عن الصور كيف نعبر عن الصور ذكرنا في الدروس السابقة أننا نقصد بالتعبير عن الصورة أي وصف الصورة بجملة مفيدة لو كان لدينا صورة ننظر إلى الصورة جيدا ثم نصف هذه الصورة بجملة مفيدة هناك مجموعة من الأشياء أو الخطوات التي تساعدنا على التعبير عن الصور بشكل جيد لدينا هنا ثلاث خطوات الخطوة الأولى ننظر جيدا إلى الصورة ونحدد كل أجزائها عندما يكون لدينا صورة وسنأخذ إن شاء الله مثال بعد قليل يجب أن ننظر إلى الصورة بشكل جيد أتعرف على الصورة ماذا يوجد داخل هذه الصورة هل الصورة صورة شخص؟ إذن من هو هذا الشخص؟ صورة شيء؟ ما هو هذا الشيء الموجود في الصورة؟ بعد أن ننظر إلى الصورة بشكل جيد أتأمل أجزاء الصورة حتى أتعرف عليها جيدا هل يوجد في الصورة شجرة كبيرة؟ طيب ما نوع هذه الشجرة؟ هل هي شجرة برتقال مثلا؟ هل هي نخلة؟ هل هي شجرة زيتون؟ ماذا يوجد في هذه الصورة؟ أو ما هو نوع هذه الشجرة؟ هل يوجد في الصورة سيارة؟ طيب ما هي هذه السيارة؟ هل هي سيارة كبيرة؟ سيارة صغيرة؟ سيارة رياضية؟ ما لون هذه السيارة؟ إذن نتعرف على أجزاء الصورة بعد ذلك وحاول تكوين جملة مفيدة تعبر عن الصورة بعد أن نظرت إلى الصورة بشكل جيد تعرفت على الشيء الموجود داخل هذه الصورة وصفتها بشكل صحيح أريد الآن أن أعبر أي أصف هذه الصورة الآن أصبح لدي فكرة عن الصورة ماذا يوجد في الصورة الآن؟ أبدأ بتكوين جملة مفيدة معبرة عن الصورة طيب لديكم في الكتاب صورة أريد منكم أن تنظر إلى الصورة نحاول تطبيق هذه الخطوات على الصورة ننظر إلى الصورة بشكل جيد ماذا يوجد في الصورة؟ من هم الأشخاص الموجودون في الصورة؟ الآن نحاول أن نكون جملة مفيدة تصف الصورة بشكل صحيح صورة للملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلفهم عالم المملكة العربية السعودية باللون الأخضر إذن الآن وصفنا الصورة عبرنا عن الصورة إذن ماذا يوجد أمامنا في الصورة؟ من هم الأشخاص الموجودون في الصورة؟ عندما أسأل نفسي أستطيع أن أجيب بشكل صحيح طيب لدينا الآن نص في الكتاب سنقوم بقراءة النص بعد ذلك لدينا مجموعة من الصور سنحاول سويا التعرف عليها والتعبير عنها بجمل مفيدة النص هو عن الوطن وطني بعنوان وطني طيب الوطن الوطن هو المكان الذي تنتمي إليه وتنتسب له ويقيم فيه أهلك هذا تعريف الوطن ما هو الوطن ما هو الوطن الوطن هو المكان الذي ننتمي إليه وتنتسب له ويقيم فيه أهلك هذا المكان نسميه ماذا؟ نسميه وطن المكان الذي نعيش فيه مع أهلنا وجيراننا وأصدقائنا والذي ننتمي إليه ولدنا على أرضه ونعيش تحت سمائه إذن نسميه ماذا؟ نسميه الوطن قد حملتك أرضه وأضلتك سماؤه وتنفست هواءه في حجره ربيت وبخيره غذيت وطنك موطن العزة والكرامة والأمن والإيمان شعاره لا إله إلا الله ودستوره القرآن اصطفاه الله ليضم بين جنباته قبلة المسلمين ومسجد رسولهم الأمين وطنك كان وما يزال القلب النابض للعالم الإسلامي يرعى مصالحه ويحمل همومه ويجمع كلمة أبنائه على الهدى فيه علماء أجلاء مخلصون رجاله الشجعان يحمون مقدساته ويسهرون على خدمة ضيوف الرحمن ويرفعون لواء الحق والعدل فالحمد لله الذي من علينا بأن نكون من أبناء هذا الوطن إذن هذا النص الموجود لديكم في الكتاب يتكلم عن الوطن جميع الجمل الموجودة فيه تصف الوطن تعبير هذا نص تعبيري معنى التعبير أنه يصف يصف شيئاً هذا النص يصف الوطن ما هو الوطن الذي يصفه؟ أي الأوطان نتكلم عنه في النص؟ فيه قبلة المسلمين الكعبة المشرفة ومسجد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والعلم يحتوي على عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله ودستوره القرآن كل هذه الأشياء هي صفات للمملكة العربية السعودية وهو الوطن الذي نتكلم عنه في النص إذن هذا تعبير وصف للوطن طيب خلونا الآن نأخذ مجموعة من الصور نريد أن نعبر عنها صور من الوطن من المملكة العربية السعودية الآن الصورة أمامنا تصف أي مدينة؟ لو لاحظنا الصورة طبقنا عليها الخطوات التي أخذنا في البداية أنظروا إلى الصورة جيدا ماذا يوجد في الصورة؟ هل يوجد فيها أشخاص؟ ناس موجودون في الصورة؟ لا إذن صورة ماذا؟ شوارع وبنايات إذن شوارع وبنايات استطعت الآن أن نحدد أن في الصورة مباني أو بنايات شاهقة وشوارع طرق إذن هي صورة لمدينة صورة لمدينة طيب أي مدن فيها هذه البنايات؟ هذا المبنى الطويل في النص مشهورة فيها أي مدن؟ من مدن المملكة العربية السعودية مدينة الرياض إذن الآن عرفت أن الصورة هذه لأي مدينة؟ لمدينة الرياض الآن أحاول أن أكون جملة مفيدة تصف الصورة التي أمامي أحاول أن أكون جملة مفيدة وهي الخطوة الثالثة من الخطوات التي تعلمناها حاول الآن نكون صورة أو جملة مفيدة عن الصورة الأول نظرنا إلى الصورة جيداً تعرفنا على الصورة ثانياً حددنا أجزاء الصورة ماذا يوجد داخل هذه الصورة؟ تعرفنا أن يوجد مباني شاهقة مرتفعة شوارع إذن هي صورة لمدينة طيب أي المدن؟ مدينة الرياض الآن نأتي إلى الخطوة رقم ثلاثة وهي محاولة تكوين جملة مفيدة عن الصورة إذن ممكن أن أقول الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الآن هذه جملة مفيدة معبرة عن الصورة لماذا؟ لأن الصورة لمدينة الرياض ولأن الرياض هي عاصمة المملكة العربية السعودية إذن استطعنا أن نعبر نصف وصفنا هذه الصورة صورة لمدينة الرياض والرياض هي عاصمة المملكة العربية السعودية ممكن أن نكون نصا تعبيريا عن هذه الصورة ممكن أن نقول الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية وأكبر مدنها فيها بنايات شاهقة شوارعها وسيعة أو واسعة وأحياؤها متعددة نستطيع الآن نكون أكثر من جملة نعبر بأكثر من جملة عن الصورة المهم أننا استطعنا أن نتعرف على الصورة بس لما أنظر إلى الصورة عمامي وأقول الرياض هل هذه جملة؟ استخدمت كلمة واحدة فقط ها؟ هل هذه جملة؟ الجملة لابد أن تتكون من كلمتين أو أكثر نحن الآن نريد أن نعبر بجملة لو قلنا الرياض الكلمة صحيحة هذه صورة لمدينة الرياض لكن ليست جملة الجملة لابد أن تكون مكونة من كلمتين أو أكثر كما أخذنا في دروس سابقة طيب الآن لدينا مجموعة من مدن المملكة العربية السعودية نريد أن نصف كل مدينة من هذه المدن بجملة مفيدة المدينة الأولى باللون الأخضر المدينة الأولى باللون الأخضر هنا جازان طيب بماذا تشتهر جازان؟ تقع على شاطئ البحر الأحمر وتشتهر بزراعة البن أنا الآن وصفت ماذا؟ وصفت أي مدينة؟ وصفت مدينة جازان طيب لو الآن طلعنا على صورة للمدينة أو صورة عفوا للبن الذي تشتهر جازان بزراعته هذا هو البن الذي تشتهر مدينة جازان بزراعته هذه الحبات الصغيرة هي البن الذي تشتهر جازان بزراعته طيب الآن تعرفنا على أي المدن يتم زراعة البن في مدينة جازان أو مدينة الرياض؟ مدينة جازان أحسنتم إذن جازان تشتهر بزراعة البن جازان تشتهر بزراعة البن إذن الآن تعرفنا على إحدى مدن المملكة العربية السعودية عبرنا عنها أيضا بجملة مفيدة طيب لو أخذنا المدينة الثانية قلنا أبها مدينة سياحية تتميز بجوها الجميل أيضا هذه من مدن المملكة العربية السعودية وتتميز بأن جوها جميل بارد طول أيام السنة تتميز ببرودة الجو شتاءا واعتداله صيفا لأنها منطقة مرتفعة لذلك تتميز بأن جوها جميل طيب ثالث مدينة لدينا مدينة القصيم باللون الأزرق تشتهر بزراعة النخيل وإنتاج وتصدير التمور هذه أي مدينة؟ مدينة القصيم قبل قليل قلنا أن جازان تشتهر بزراعة البن الآن القصيم تشتهر بزراعة وإنتاج التمر التمر الموجود أمامنا الآن هنا تشتهر بي أي مدينة؟ مدينة القصيم يزرع النخيل وينتج هذا التمر في مدينة القصيم إذن هذه ثلاث جمل وصفنا بها ثلاث مدن أو عبرنا بها عن ثلاث مدن موجودة من مدن المملكة العربية السعودية لاحظوا الصورة أمامنا يزيد عدد النخيل في المملكة العربية السعودية عن ثلاثين مليون نخلة هذه جملة تعبر عن الصورة طيب قبل قليل ما هي المدينة التي ذكرنا أنها تشتهر بزراعة النخيل وإنتاج التمر؟ أحسنتم مدينة القصيم مدينة القصيم إذن بهذه الطريقة أبنائي وبنات الطلاب والطالبات نستطيع أن نعبر عن الصور بجمل مفيدة ننظر إلى الصورة بشكل جيد وحاول دائما أن أختار كلمات صحيحة تصف الصورة الموجودة أمامي تمنى أن نتدرب على هذه المهارة لأنها تساعدنا على التعبير عن أنفسنا عن المواقف عن الأشياء من حولنا بشكل صحيح شكرا لانتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته